ترجمة نانسي قنقر تعلمت أن الكلمة الطيبة والنفس المطمئنة هي رأس مال الطيب على هذه الدنيا تعلمت أن أغلى إنسان في هذه الدنيا هو ذاك الذي يحيطه الأمن والصحة من كل جانب وتعلمت أيضا أن من يزرع الثوم لا يجني الريحان وإن غرس وسقى ولو غسل الثوم بماء الورد لا تذهب رائحة وتعلمت أن العمر ينتهي والشواغل لا تنتهي وتعلمت أن بغدر إصغائك للناس يرخي الناس لك أسماعهم وتعلمت أن الناس متفاوتون في نواياهم وليس كل نية حسنة تصنع عملا صالحا فكم من مصلح سعى في الخير ولكن أخطأ الطريق تعلمت أن كثيرا مما تعلمناه في المدرسة شيء وفاجأنا الواقع بشيء آخر وتعلمت أن معظم الناس يسألون عنك ويتصلون بك إذا تمت مصلحة تربطهم بك وحين يتحصلون عليها يتنكبون لك تعلمت أن السفر يخرج لك معادل النفوس وتعلمت أن المرأ يشتري بسمعه أكثر مما يبيع بلسانه تعلمت أن أرى وأسمع من أهوال الناس وأحوالهم وأردد الحمد لله على كل حال تعلمت أن الثرثرة بتفخيم الأنا هي نعكاس لنفس خاوية فارغة وتعلمت أن أجود معادل النفوس هو الذهب إذ حتى في الوحل الذهب له بريق ويشع وتعلمت أن أصحاب القبور لم ينالوا آمالهم ولم يحققوا أمياتهم وكانت لهم مواعيد وشواذر قطعها الموت وحال دونها وتعلمت أن أرسل ما يعجبني إمن مواعي إمن مواعي